دكتور بدر الدين مصطفى أستاذ الأنف والأوذن والحنجرة كلية طب جمعتين شمس التدخين معروف من الأشياء المؤثرة على الجهاز التنفسي العلوي على الأنف على الجيوب الأنفية على الحلق على الحنجرة كل الناس عارفة أن التدخين مضر بالصحة وده مش معلومة جديدة ومن فترة بدأت تظهر بدائل للتدخين التقليدي بدائل للسجاير والبايب والسجار والحاجات اللي احنا متعودين عليها ابتداء من انتشار الشيشة ودخول منتجات حديثة في سوق التدخين زي الإي سيجاراتز زي الفايبز زي الفيفرد كابسولز للأسف الشديد في بداية نزولها كجزء من التسويق لها قيل أنها أقصر أمانا من التدخين التقليدي وبالعكس بتساعد الناس على الإقلاع عن التدخين في الأول حملت تجارية شديدة جدا وأقنعوا ناس كتير بكده ولكن في النهاية ثبت أنها بنفس مستوى الضرر للتدخين التقليدي وفي بعض الأحيان أكثر ضررا لأنها بتضيف إلى المنتجات السامة للتدخين المعروفة منتجات إضافية قد تكون أكثر تأثيرا على صحة المريض ومش عارفين حتى على المدى البعيد كمان الأثار السلبية هتبقى إليه لأن الحاجات المستحدثة مش بس فيها نيكوتين ومنتجات تدخين ولكن فيها مواد تيموية أخرى ممكن تزيد الحسية بتاعت المريض ممكن تؤثر سلبا على بعض المظائف الحيوية في الجسم وفي الخلايا وما بتساعدش المريض على الإقلاع عن التقليد بس بتستبدل نوع من الإدمان بنوع آخر وكتير من الناس في حقيقة بيستعملوا حاجتين فلازم نخلي بالنا أن الوسائل المستحدثة للتدخين بنفس خطر التدخين التقليدي وفي بعض الأحيان تكون أكثر خطرا حتى في بعض الحاجات أنه الإيسيجالات بتفرقع أو الفيك بيفرقع في وش العين فده خطر إضافي ما كانش موجود حتى مع التدخين التقليدي وعشان كده لازم نخلي بالنا أن التدخين هو التدخين مهما كانت الصورة التي نستخدمها الخطر ثابت والخطر متزايد وعشان كده لازم نمتنع أو نقلع تماماً عن أي نوع من أنواع التدخين ولا ننجرف خلف وهم أن هناك نوع آمن من التدخين مهما كانت صورة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر